السلام عليكم يومكم جميل بإذن الله أتمنى لكم كل الصحة والسعادة اللهم أمين فيديو النهاردة حلو جدا وبسيط لبشرتها مصطفية لبشرتها مش نقية الشمس مأسرة في أسار حبوب النهاردة المسك اسمه يعني مسك تصفية البشرة تصفية يعني خليها صفية وجميلة ونعمة ويعني بجد نتيجته يعني هاتبهرك زي ما أنا كده جربته والنتيجة بتاعته بجد بجد عجبتني جدا مكوناته سهلة زي ما دايما متعودين ولو عجبكم فيديو النهاردة ياريت لو لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا في القناة وتدعموني ولو مشتركين في القناة ياريت لايك جميل كومنت جميل أي اكتراحات أي حاجة حابين تجربوها اكتبولي في الكومنتات فيديو النهاردة سهل وبسيط وتعالوا نشوف مكوناته ونقول على مكوناته ايه فايدتها والاتنين بيشتركوا في ايه ومش هنطاول على بعض يلا بينا اول حاجة معنا الزبادي احنا هنبقى محتاجين معلقة من الزبادي الزبادي طبعا احنا عارفين هي ملطف بقى او مرتب للبشرة بتخلصنا بقى من الجلد الميت بتخلصنا من حب الشباب من البقعة الداكنة بترطب البشرة جدا جدا كمان بتعالج التهابات الجلد لو فيه مثلا يعني حساسية او حاجة او من الشمس المقام بقى التاني الحلو جدا 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 اللي بيبيض البشرة وبيعني بينظفها بجد بجد من كل الدهون والاوساخ وكل الحاجات المترصبة والرؤوس السودة اللي هي بتبقى من المسام الواسعة الفراولة ما عايزين معلقة من الفراولة او مربة الفراولة لو ما عندكيش الفراولة الفرش ممكن تجيبي معلقة من مربة الفراولة تمام بس انا بحب يعني انتوا عارفين ان الفرش او الحاجة الطبيعية بتبقى احسن ما فيهاش مقاط حافظة اوالي حاجة بس لو مش متاح يبقى مربة الفراولة معانا كمان رز الرز العادي وبجاب نتحنو انا قلت بس اقول لكم وهو احنا كده هناخد معلقتين من الرز تحناهم كويس جدا تمام طبعا الرز احنا عارفين بيها تدي بقى البشرة برضو يعني كلهم خواص الخواص بتاعتهم زي متعودين ان هم مشتركين في الخواص اللي هيساعدوا على تنقية البشرة بيخفف طبعا علامات الشيخوخة بيفتحوا بينا عمل بشرة بيعمل لها تأشير للخلايا الميتة نعملوا نشوف احنا هنعمل ايه مسك ده حلو جدا جدا كل المسكات بجد اللي انا يعني بشارتكم بيها انا ببقى مجربوها وبتعجبني جدا جدا يعني مش مش مسكات كده وخلاص لا بالعكس يعني حلوة جدا فتختاروا ليناسبكم ويناسب بشرتكم وتجربوا زي ما انا يعني بجرب معاكم احنا هنا انا عشان طبعا مش عايزين حبيبات لاي حاجة في بشرتنا يعني احنا قلنا ممنوع السكر ممنوع اي حبيبات تتحطى على بشرتنا فاحنا ايه يعني نخلنا بس الارز وبعدين هنحط احنا قلنا تلات معالي من دقيق الرز او طحين الرز عليهم معلقة من الزبادي تمام هنقلبهم ممكن مثلا لو الرز بقى عجينة ويعني حب تزويدي الزبادي علشان العجينة تبقى الساميكة قوي او المسك يعني ما يبقى الساميك قوي ممكن تزويدي يعني معلقة زبادي كمان قلناهم مع بعض وبعد كده هنجيب الفراولة احنا اتفقنا ان احنا الفراولة يا اما تبقى فرش يا اما تبقى يعني مربط الفراولة شغالة برضو معنا وكويسة جدا اه انتو عارفين بقى الفراولة احنا اتكلمنا ان هي بتوحد لون البشرة بجد بتفتح البشرة متعودين ان الفراولة بتبايد الاسنان لا كمان شوفوها على بشرتكو هتبقى عاملة ازاي بتوحد لون البشرة اهم حاجة ان هي بتنظف هي والرز والزبادي طبعا بيرطب معاهم بيعاملوك تقشير وتنظيفه عميد جدا للبشرة طبعا بتحمي من اشعة الشمس بتخفف اه حبوب الشباب او الاماكن اللي هي مكان حبوب الشباب بتعالج بقى الانتفاخ كمان اللي تحت العين بترطب بقى وبتلمع بتخلي بشرتك لمعه جميلة وبالزاد اصحاب البشرة الجفة حلوة جدا جدا الفراولة ليهم اه وطبعا قلنا بتفتح البشرة جدا جدا تخيلوا بقى الرز بيفتح وبيقشر وبيشيل خلال ميتة كمان اه وبيحفز الكولاجين بيحافز على رتوبة البشرة وبيساعد على غلق المسام والفراولة زي ما اتكلمنا على المميزات بتاعتها احنا كده هرسناهم كويس جدا وقلبناهم كويس جدا لحد ما هيبقى كده هنفردهم بقى على وشنا وعلى الرقبة طبعا وعلى الايدين لمدة خمستاشر من خمستاشر لعشرين دقيقة وبعدين نروح مبللين ايدينا وفاركين لما ينشف بقى خالص نروح مبللين ايدينا وفاركين وشنا بلطف كده بالراحة مش عايزينها يعني بقوة بلطف كده وبعد كده لما نفرق كل الماسك نروح غسلين وشنا بقى بمية بردة وبعدين نحط الكريم المرتب بتاعنا او السيرم بتاعنا وخلاص وبس كده خلاص ماسك سهل جدا على فكرة واقتصادي جدا وحلو جدا يعني انا برشحولكم وياريت لو عجبكم الفيديو النهاردة ياريت تشجعوني ياريت تدعموني ياريت لو لسه ما اشتركتوش تشتركوا في القناة واي اقتراحات عندكم اكتبوها في الكومنت ماسك شكله جميل اصلا انا باللون ده جدا وهيجبكم جدا جدا تفتيح تأشير علاج التهابات الجلد ترتيب تنظيف عميك للبشرة يعني بصوا جميل جدا يعني انا عايزاكم تجربوه تقولولي في الكومنت هو عمل ايه معاكم بيصفيلك بشرتك واتمنى يارب كده الوصفة تكون عجبتكم وشكرا ليكم